شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي والتي تعقد في اسطنبول تحت عنوان الوحدة والتضامن من أجل العدل والسلام ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا عدة من أبرزها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلامفوبيا إضافة إلى منقشة الوضع الإنساني في العالم الإسلامي وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025 كما من المقرر أن تتبنى القمة البيان الختمي وأعلان إسطنبول وتهدف القمة الإسلامية إلى مراجعة الوضع الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبحث الأثار المترتبة للأمة الإسلامية وكيفية معالجتها ترجمة نانسي قنقر